المؤلف الموسيقي طلال أبو الراغب أهلا وسهلا فيك أهلين فيك هاي مش إطلالتك الأولى عبر شاشة رؤية لكن أكيد إن شاء الله اليوم رح تكون إطلالة مميزة إن شاء الله بشكر أسرة رؤية وأنا مش جديد هون صحيح مش أول مرة فمن العائلة أكيد طلال لحنت في 2004 أغنية صباح الخير يا عمان للفنانة المصرية أنغام هي كانت تجربتك الأولى في التلحين لا مش تجربتي الأولى في التلحين تجربتي في الأغاني الوطنية حبيت هيك بحسابات مختلفة أعمل بحب فكرة الإشي الذي يدغنى في الوطن وفي المكان وفي القائد بس بهك بعيون عصرية بطرق كلاسيكية لأنه هذا رح يدوم لأنه فكرة صباح الخير أصلا فكرة يعني ما رح تتكرر كل يوم كعنوان فكنا موفقين في هذا العمل لهو كتبه حبيب زيودي وأنا لحنتها ووزعها صديقي أيمن عبد الله خلينا نشوف صباح الخير يا عمان ترجمة نانسي قنقر صباح الخير يا عمان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر صباح الخير يا عمان ترجمة نانسي قنقر 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 حلو اللحن اللي بسمع اللي بيعرف طلال أبو الراغب بيعرف انه هاي تلحين اه انه هذا مودي صح فيه اكيد كل انسان له هويته الخاصة وانه نكهته في كل شيء حتى لما مثلا بأي جانب من جوانب الحياة بتلاقي هذا الكلام فصحيح كلامك بدي أنت إلا ألبومك اللي نزل مؤخرا على الأسواق اللي هو الحادي المميز في هذا الألبوم غير الموسيقى الحلوة الرائعة اللي فيه انه من إنتاج بلاتينيوم ريكوردز فهذا مش إشي متعارف عليه في بلادنا يعني هي الفكرة نشأت من تعاون سابق ما بيني وبين أكسترا ميوزيك في عمان هذا الألبوم الثاني اللي بمشتغله مع بعض أول واحد رؤية كان برضو نفس الاسم تبقى المحطة بس ب2007 من ثم بلشت أشتغل في الحادي أخذ معي أربع سنوات تقريبا خلصتو بي 2011 فوراسلنا من خلاله أكسترا ميوزيك بلاتينيوم ريكوردز فشافوا فيك سمعوا بهالموسيقى اللي هم الصراحة سمعوا رؤية من قبل وحبوه بس كان أورريدي بالأسواق فصعب كان أنه طرحوا مرة أخرى عشان لأنه بتعرفي القضية هذا بشغل بالآخر يعني بمعنى أنه قضية تجارية فلكل العالم أخذت اللابل تبع بلاتينيوم ريكوردز وفي الأردن لأكسترا ميوزيك فصف هذا الألبوم له موسيقى خالصة يعني ما فيش أغاني وهكذا مسيرتي في الحياة بحب فكرة التأليف الموسيقي والصبغة الموسيقية اللي هي تجمع لأنه الموسيقى بالنسبة لي لغة عالمية فتجمع سواء كان عربي أو إنجليزي فهي لغة واحدة لكن أنا دائما بحب أخلط بين العربي والإنجليزي بين رؤيا والحادي في أربع سنين أربع سنين وين كان طلال بالأغاستي؟ طلال كان مجهول فكنت في بعض الأحيان لما أكون فاضي يعني كان هاجسي الأول للعلم بس ما كانش فيه وقت عندي كثير بس شاف النور بـ 2011 خلصت هو فيه عشر تراكس عشر مقطوعات أنا ألف 18 مش عشر بس بالآخر لما صفتهم وارتقيت إنه عشر كفاية حلوين تمانية بس أثمرهم في شيء آخر أنا عم بحاكي الأمور بقضية زي ما هي صناعة الموسيقى يفترض إنها تكون يعني ما أخذ الموضوع على ما أحمل الجد يعني لأنه يعني في أفكار موسيقية لازم يكون في بناتها تناغم فالحادي يعني محطة مهمة جدا في حياتي وهلأ هو في العالم كله وما تخيلي ديالة شو بيجيني إيميلات شو بيجيني فيدباك من هذا المشروع كتير حلو الحادي هو معناته الرجل الذي يغني بالقافلة في قافلة الجمال هذا لغة هيك معناة الحادي فأنا بحب هيك بحب جدا فكرة أني أنا إنسان عربي وبفتخر بهذا الكلام وبحب أظهر شغلي حتى بهاي الطريقة لكن وصولا إلى زي ما كنا نحكي أنا وياكي وصولا إلى المعايير العالمية يعني أنا لن أرضى بشغلي أنه يكون مثلا بمصاف شغل مثلا أكون في أتبع شيء أو أعمل نسخ عن شيء أو ألحق زي ما بيحكوا فلان أو فلاني أو لا أنا بحاول دائما أبتكر فضائي الخاص ومدرستي الخاصة في صناعة الموسيقى بشكل عام طيب خلينا نشوف البرومو الحادي أوه اشتركوا في القناة 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 فميراج كانت تجربة لأنني أحب العربي بهذه الطريقة كأغاني لكن مع الأيام اكتشفت أنه أنا في مكاني مش بالأغاني أكثر لا أرفض هذا الكلام حتى يعني لغاية هذه اللحظة أحب ألحن بس لما أشوف موضوع يعني أنا ما بدي أزيد الكم أنا داماً أبحث عن نوع لازم أعمل إشيء أوريجينال لازم أعمل إشيء فعلاً جديد مش إنه زي فلان أو زي فلان أو في معانا اتصال هنأخذه مرحباً أهلاً أهلاً مسام الجبور كيف حالك? مرحباً كي تجريك صباح الخير أحب أن أصبح عليكم وأول فان أصبح على صديقي جميع العمار والأساس شوف أهولاً متفاجئي أنا في الصباح صباح الخير مرحباً شكرا لكم وللجميع لازم احكي لازم احكي لبصدري وابدى احكي فيك شهادة هي مجروحة بني انا ولكن لازم يعرف المستمعين يعرفوك بالضبط انك انت بالفعل فنان كدير يعني انا شهادة فيك مجروحة من البداية من البداية انت كنت مبدع وللان وانا انوح عن شغلي انه قبل ثلاثة ايام كان لي عمل كبير معك الانتحاط فيه موسيقى تصورية كانت هائلة جدا اللي هي بمناسبة بمركز التعايش الاسلامي المسيحي اعطيت كتير انطباعها عن الموسيقى تباطل وانا شهادت فيك مجرحة جارحة سوري لانه بالفعل انت صديق وفنان ولازم هنا في عندي بدي احكي مداخلة كتير مهمة لازم عنا وزارة السياحة بالذات بالذات وزارة السياحة والمعنيين على الاعلام بالبلد سياحيا انا بحكي ياخدوا الموضوع موسيقى اللي انت مشتغلها وياخدوها بالفعل بمجال الجد لان انت ممكن تعبر عن الاردن موسيقيا وحضريا صدقا يعني انا بحكي لك ياهو وبتأمل من رؤيا لانه بالفعل انت بزار رؤيا عامل رؤيا رائعة جدا بالعالم العربي ومحليا انه يتقبلوا هذا الكلام وبالذات بالفعل يتصل فيك صدقا انت عامل رائع جدا وانا بعرف كميشتي عندك تراك قوي بنفسك وبروحك الموسيقية حبيت احكي هذا الكلام واصبع عليكم وكسنة وانتسالمين شكرا 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 سيدي شكرا اليك يعني خجلتني ابدا شاهدتك مش مجروحة شاهدتك هي وسام على صدري انا بشكرك وبشكر هذا الاطراء وبشكرك جدا لانك هيك شايفني بهاي العيون لانه عيونك حلوة اصلا فشكرا اليك وانت فنان عظيم وانا افتخر فيك وابتخر بكل اردني بيحمل نفس الافكار اللي حضرتك تحملها ولك مني صباح جميل من هذا المكان شكرا كتير طلال كنت قبل عشر ايام في دبي شاركت في مهرجان دبي السينمائي لحنت فيلم موسيقى فيلم فرق سبع ساعات فيلم اردني حكينا عن مشاركتك مشاركتي كانت انه الهيئة الملكية للافلام كان عندها عدة مشاركات في هذا مهرجان دبي السينمائي الثامن فانا كان لي مشاركة بسيطة معاهم في احد المشاريع وهو فيلم فرق سبع ساعات للمخرجة ديم عمر وانا بحييها هي من الجيل الجديد بس انا كتير بحييها لانه هي فنانة من جوا وعندها عين حلوة وعندها بوعد نظر حلو ولكل الطاقم ميرفت وكارلا ومهند وجورج وكل الطاقم وفلاح يعني كل يشتغلوا على هذا الموضوع فهذا كان بالنسبة لي لاني بآمن في هذا الكلام بآمن بهذا الجيل فحبيت هيك اشاركهم بهذا المنتج اللي عملوه اللي هو فرق سبع ساعات ورحوا فيه ع دبي وتخيلي يومين ان عرب في السينما كانوا سولد اوت تيكتس يعني السينما كانت فل وقديش حيون الجمهور يمكن ديمة تعرف وميرفت ورندك رادشي وكانت هي كمان وستاذ غسان مشيني كمان وست امر الصفاضي انا اسف اذا انسيت حدا بس قديش كان هيك الحفاوي اللي شافونا فيه هناك فكانت تجربة كثير حلوة مشاركة كثير قيمة يعني هو تواضع منك انك قبلت تتلحن لجيل الشباب لانك انت دايما تحبي عن اشياء مميزة فانك اكيد شفت شي حلو في هذا الفيلم بالعكس انا دايما بحب الباب مفتوح امامي بكل تواضع بالعكس انا موجود عشان اشتغل مع الكل لكل احبائي بس دايما لازم نكون متفاهمين بالمستوى المهني هذا كثير مهم سيدتي عشان يكون النتاج ايجابي اما انه بالعكس انا دايما بحب اشتغل مع الكل وبانبسيط بالعكس كتير بانبسيط وباتشرف انا منتظر الكل اصلا علشان دايما نتواصل ان شاء الله الكل في معانا كمان اتصار من العقبة اللو صباح خير صباح النور كيف تحدي؟ يا اهلا صباح اصداد طلال صباح الورد والياسمين كل عام انت بخير ووجمع الوقت المسيحية بالأردن كل عام انت بخير سيدي يا اللهين كيف تحدي? الله يسلمك طبعا كل احترام التقدير للأستاذ طلال الله يسلمك شكرا الله يفيد انا ان العقب المصنية دقيقة الذي ا carried contact me مرة الراحة ال Hirn الله يسلمك عفو بانو فعلا ألحان عدد طلال والنخاف وإحساس مرهب بيضخل على القلب مباشرة الله يخليك شكرا كيف الصيادية عندكم والله إيمن أكثر الذي يوردكم يا بي العقبة بتجنن والسمسمية والسمسمية أنا استعملت السمسمية بالحادي موجود عن سمسمية حاليا لا أنا استعملتها دخلتها بالأوركسترا السمسمية ودوجناها شكرا كثير شكرا لأتصالك الله يسلمك شكرا إن طلب عندك أستاذ طلال فضلت فضل بدنا مقطع موسيقى حلو وهيك إهداء من المتابعي ومحبي قناة رؤية تكون مقطع موسيقى رسمي حلو إهداء قناة رؤية إنه تعتمده خاص المقطع بين الفواصل أو بين البرامج والله إن شاء الله إنه رح أن نتفاهم أنا وديانا شكرا إليك شكرا إليك شكرا إليك إن شاء الله شكرا إليك كل احترام تنفيذ الله يسلمك وكل احترام إليك سيدي شكرا الله يوم الخميس كان لكم احتفال بمناسبة العيد المجيد في المركز التعايش الديني عندك عملت مقطوع أنا عندي فكرة أحد التراكس اللي برؤية اللي هو 2007 نرجع الألبوم اللي رؤية كان في مقطوع اسمها تعبد أنا كان فكرتي فيها إنه أحي فيها ما أنا عشته في حياتي اللي هي فكرة التعايش الديني اللي أنا عشته يعني أنا كنت وأنا صغير بمدرسة الفرير فبتذكر كيف كان حياتنا ونظرا للصخاب اللي عم بتسير في العالم قديش إنه إحنا ك يعني الفكرة اللي مغدينها عنا إنه إحنا إرهابيين فأنا رديت بطريقتي فعملت مقطوع اسمها تعبد برز يعني بحبيت أبرز فيها فكرة الفكرة الاجتماعية الفكرة الروحانية اللي إحنا عايشينها اللي هي طول عمرنا إحنا مجتمع واحد وإحنا أهل وإحنا فكرة التعايش الديني فدائما أنا بلعب هذا التراك في الكنسرت سبعتي لكن مؤخرا تم الاتفاق مع مركز التعايش الديني والأب مستر نبيل حداد كل الاحترام إله لأنه إنسان رائع وصويت هذا العرض يوم الخميس كنت مشارك فيه وكمان أسامة كان معنا والست روز الور أسامة جبور أبدع يعني عمل تراتيل أنا أشعر بدني يعني ما شاء الله عليه به الصوت هلأ بدنا نشوف تعبد يام ترجمة نانسي قنقر 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 فأنا نفس الإشي دائماً بتوقف كثير عشان هيك لما بكون بشتغل بالكمبيوتر بشطب كثير ما بقتنع بسرعة يعني عبد الله أوصل فعلاً للي بديه شو بدك يا يا طلال لأوصل للي بديه أبحث دائماً عن شيء جديد أما ما أكرر نفسي أو أكون أقلد فلان هاد هي الصناعة الصناعة اللي هو الإنسان فعلاً يبتكر شيء بأي مجال في الدنيا يعمله أرضية يعمله بنية تحتية عشان هذا الإشي ينمو ويكبر فأنا دائماً ببحث ودائماً أتطلع أنه أكبر دائماً بموهبتي اللي رب العالمين أعطاني إياها وأستغلها صح وأستغلها بس هذا الكلام ما بيجي من فراغ يعني أكيد هذا باكراوند زي ما ذكرت لحضرتك أنا من أول ما فتحت عيني وأنا بعرف أنه الموسيقى حياتي يعني هلأ أكيد بلعب فطولي منيح وأكيد كنت ألعب قلول وأكيد بس مش بالنهم اللي كان مفروض أعيش الطفولي يعني دائماً صحابي لحال وأنا لحال باندمج معهم وبحبهم بس مش أنا في إلي إشي ما أحد فاهم علي فيه اكتشفت بعدين أنه هذا الموسيقى وهي هي ملكة التلحين وملكة أنا اكتشفت حالي متأخر أصلاً عشت بالستوديو كتير اكتشفت أنه يا ابني ما تلحن أحسن لك شو بدك تضلك تسجل للناس ضلك تعزف وتسجل للناس وتلحن أحسن اكتشفت هذا ما هذا بأخذ لك؟ دليل على أنك أنت ما بتوقف محل وضلك واقف فيه وتعيش على الأمجاد وقعت اتفاقية مع المعاد الوطني الموسيقى مشان الحادي يصير سيمفونية تعزفوك أوركسترا احنا ما وقعنا أوراق لكن اتفقنا شفائياً بس صارت فكرة الأعياد والوطل والسفر فأجل نحن مستمرين في هذا الاتفاقية اللي هي الحادي بده يصير أوركسترا يعني بدنا نتحرك داخل الأردن وخارج الأردن من خلال أوركسترا هلأ رؤيا أنا لعبته مع جروب حلو من شباب والصبايا بالأردن ما شاء الله عليهم يعني نخبة النخبة وهلأ رح ننطلق يعني كبر الموضوع أكتر واتفهمت أنا والأستاذ كفاح فاخوري والأستاذ محمد عثمان صديق عشان نكبر الموضوع لهذا المنتج اللي سير أوركسترا لأنه منتج أردني بالآخر وأنا رح عازف بيانو مع الأوركسترا حلمك هذا؟ حلم كبير حاولت أسعاله دائماً بس كنت أحاسس أنه موجاهز لأنه أنا بحب أخلي الموضوع منيح ناضج يعني أو يستحق يعني يمكن كان لازم أمر على كذا مهرجان أو كذا كونسرت عبيل ما أوصل لفكرة أنه أعمل أوركسترا بعدين الحادي مهيئ أنه يكون أوركسترا لأنه هو تصميمه أصلاً كتير رايح بأفكار أوركسترالية وأفكار تصلح لتنفيذها من خلال كل الألات في العالم بتحب الأوردون كتير كتير وهو واضح أن كل الأغاني اللي بتعملها بتحب الموسيقى اللي بتعملها بتحب تربطها في منطقة معينة فهلا بدنا نشوف مع بعض موسيقى عملتها تربطها في رم امستشف؟ امستشف؟ منها لقد أخذت من كل الألم موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اللي هو اسمه تاتو ميليتري فستفل كل الفرق الموسيقية العسكرية اللي في العالم تستعرض في هذا وإحنا ما شاركنا من عام 1964 هذا المنتج سويته مع فيوتر فيجن مع خالد عبدالجبار هو بروداكشن هاوس أردني أنا كتير بشتغل معهم دائما بشكل كبير إحنا مشغل مع بعض وكتير بفتخر فيهم أنا وخالد بنتفاهم كتير فهي البيس كانت سايلاندريل حتى أنا رحت يعني حتى الإيقاع من الأسلحة يعني أنا باب يعني رحت وهيك وتتمرن مع بعض إحنا والشباب النشامة ما شاء الله عليهم فهيك يعني هذا جزء من المنتجات الوطنية اللي بس بطريقة عالمية صارت يعني هذا كان انعرض في أدنبرغ بسكوتلندا عام 2010 حتى يعني الكل نال استحسان الجميع حتى سيدنا بدنا نرجع نختم فيه هذا السايلاندريل بس هلأ بدنا نرجع لوادي رام نرجع اشتركوا في القناة جوردان where history comes to life تخيلي ديالة هذا منتج أردني بحث خالد عبدالجبار هو المخرج شفتي هذه المعايير فهذا كمان كان اشي لترويج الأردن عالميا وعربيا هذه سلسلة أفلامي عملناها لكل منطقة بالأردن أو مناطق معينة في الأردن مثل بيترا، رم، شوبك ولازلنا منشتغل بهاية السلسلة فهذا كان صار مع تلال دوره فيه كان تصميم الصوتي والمعارك والأصوات والتأليف الموسيقي فتخيلي هاي الأشياء اللي بنحكي فيها انه احنا قادرين انه نورجي صورتنا الصحيحة صورتنا التي تنافس في العالم هذا اللي دي دامن أبحث عنه طلال شو ما شريعك بـ 2012؟ 2012 اللي هو الأوركسترا إن شاء الله نتمرن وعنا رحلة لفيينة مع هيئة هناك اسمهم Dialogue Among Civilizations اللي هو الحوار بين الحضارات ثقافياً فإن شاء الله رح أخذ الجروب ونروح نعزف بالنمسا نعمل كذا حفلة كذا كونسورت بس هذا الموضوع تبعنا مسألة جون هوبكنز جون هوبكنز جون هوبكنز عندهم برنامج في الأردن يعني بالصحة اللي هو حياتي أحلى كامبين فأنا رح أكون كمان عندي اتفاقية معهم أعمل تور بالجامعات من خلال كونسورتس من خلال الثقافة والموسيقى كيف نوصل هاي الرسالة زي ما بعمل مع البرنامج الأردني للسرطان الثدي أنت طلال عندك يعني تجربة حزينة مع السرطان فأدت زوجتك الشابة بسبب سرطان الثدي فدخلت في الموضوع يعني وعم بتساهم بكل حب وزخم يعني كتير الله يرحمها فقط منال سبع سنوات قبل بسرطان الثدي بعد معاناة طبعا الله يرحمها فبالتالي صرت وكأني شريك معهم إعلامي في البرنامج الأردني للسرطان الثدي بقيادة الأميرة غيدة والأميرة دينا والصبايا الست نسرين القائمين على هذا الموضوع حتى صرنا أصدقاء يعني وأنا دائما معهم في هذا طول حياتي رح أضلني أدعم هذا الموضوع ونفس الفكرة كمان مع جونز هوبكنز اللي هو الإشي المجتمعي بحب أنا أخدم مجتمعي بطريقة بطريقة اللي أنا بأفهم فيها حتى الحملات اللي بيعملوها أنت بتكون صاحب الفكرة يعني كل إشي دائما بكون إلي إمبوت دائما في كل شيء شجحة تفحص أنت كمان كلهم على مدار ثلاث سنين يعني أنا اللي كنت بساهم معهم بمساهم كبيرة في هذه المواضيع الثانية أقحمنا الرجل في هذا الموضوع اللي هي منك أنت غير شجحة تفحص يعني إلنا كذا فترة من نشتغل إلا وصلنا لأنه الرجل شريك في هذا الموضوع طلال أبو الراغب أنا فخورة في إنه وأكيد اللي تابعونا اليوم مشاهدوك فخورين إنه في عنا شخص أردني بهذه الميزات بهذا العالمية أنت وصلت العالمية وصلتنا للعالمية بموسيقك بروحك بفكرك حقيقة نعجز عن شكرك أقدرش أقولك إلا شكرا 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 إليك ديالي العفو منك يعني إن شاء الله إنه كلنا إحنا مع بعض إيد على إيد الهمة بتزيد دائما إن شاء الله كلنا مع بعض شكرا إليك وإلى أسرة رؤيا وشكرا لهالاستضافة الحلمة